السلام عليكم وحياكم الله لأول استعراض لشاشة مخصصة للجيل القادم من سوني سوني تسمي هذه الشاشة أول شاشة جاهزة للبلاي ستيشن فايف طبعاً إحنا الآن في مرحلة مبكرة جداً الجهاز حتى ما نزل للآن لكن سوني بدأت تستعد له طبيعي بحكم أنها تصنع تلفزيونات وتصنع جهزة ألعاب فمن الطبيعي أنها تكون جاهزة أكثر هي تعرف جهازها تعرف إيش يحتاج تعرف كل شيء بخاذ الخصوص إيش الموديل اللي نتكلم عنه هنا اسمه سوني X90H طبعاً البعض ممكن يقول لي طب إحنا سمعنا عن موديل اسمه X900H أو 9000H عادي اختلاف الموديلات بالأسامي لأن هذه كأسواق أمريكية مثلاً هذه أسواق أربية وشرق أوسط تختلف الأسامي شوي لكن هي نفس التلفزيون في النهاية هي سلسلة X90H التلفزيون اللي وراي 85 بوصة تلفزيون عملاق تشوفونه طبعاً يعني أنا مرة مرة كبير أوكي 85 بوصة فأخذنا وقت عشان إحنا يعني نسوي استعراض ممتاز لكم طرينا نعلقه على الجدار لأن أصلاً ما في طاولة تقدر ما شاء الله تستوعب هذا التلفزيون الضخمة وتجلسوا عليه الموديل هذا X90H اللي هو جاهز للبلايستيشن 5 ما يجي فقط بحجم 85 إنش يجي بحجم 65 55 و 75 وهذا 85 إذن أربع أحجام مختلفة للتلفزيون رح نتكلم عن مزايا التلفزيون نشرح لكم بالتقنيات اللي فيه ويكون أول استعراض لنا لتلفزيونات جاهزة للجيل القادم أول نقطة بتكلم عنها هو نوع التقنية المستخدمة في هذه الشاشة هذه الشاشة من نوع LED لكن ما يبقى LED عادية هذه تقنية جديدة اسمها Full Array Full Array LED إيش معنى Full Array LED؟ LED هي شاشات تعتمد على الإضاءة الخلفية يعني هذه يسمونها البانل خلفها في إضاءة هي اللي تخلي الصورة تطلع لنا الإضاءة هذه اللي في الخلف طريقة توزيعها في المنطقة الخلفية هي اللي تختلف بين تقنيات LED فيها أحيانا تجي الإضاءة عريضة يعني تغطي التلفزيون من البداية لنهاية تكون لمبة واحدة كاملة عريضة كذا وحيانا الإضاءة تكون جانبية يسمونها Edge LED Edge LED يعني يكون الإضاءة طالعة من الجوانب فقط ما في إضاءة في النص نهائيا إيش العيوب لهذه التقنيات؟ عيوبها أنها لما تجي تطلع الألوان الأسود ما تطلع بالجودة الممتازة ما تطلع نفس جودة تلفزيونات الأولد طبعا الأولد تقنية ثانية مكلفة أكثر أوكي؟ وهذا النقطة بنتكلم عنها ومهمة جدا في هذا التلفزيون اللي هي التكلفة طبعا LED زي ما قلت عنده مشكلة إظهار الألوان الأسود إيش اللي يصير؟ اللون الأبيض يتسرب في كل مكان فتطلع لك الصورة باهدة ما يطلع لك لون أسود حقيقي فكيف حلوها أو لقوحة الأفضل لها هو تقنية الفول أري فول أري تصير الإضاءة موزعة في نقاط مختلفة من الشاشة ولما يأتي لون أسود في الصورة يتم إطفاء الإضاءة أوكي؟ يسمونها لوكل ديمينج يعني تطفي الإضاءة في المكان حق الصورة السودة وبالتالي تعطي لون أسود وصورة أسود أفضل من شاشات الألي دي التقليدية إذن هذه التقنية الفول أري هذه مستخدمة هنا كثير شركات تلفزيون الآن بدت تستخدمها فهذه واحدة من تلفزيونات سوني اللي تستخدم فول أري وصراحة نتيجة من تجربتي كانت ممتازة يعني درجات الأسود اللي شفتها كانت رائعة وأقرب ما تكون إلى الأوليد طبعاً مو نفس الأوليد بالضبط يعني كتم كامل لكن أقرب شيء ممكن وصل له الإلي دي على الإطلاق مقارنة بالأوليد بالنسبة للكونسومرز أو المستهلكين الآن بتكلم عن نقطة مهمة ثانية اللي هي ليش هذا التلفزيون تقول عنه سوني أول تلفزيون جاهز للبلس سيشن 5 طبعاً أنا هنا مشغل معي غوست فشيما دخل علينا الليل الحين عشان كذا الصورة ظلمت شوي بطلب من زميلي حسن يلعب عشان كذا يصير أكشن على الشاشة ونحن نتفرج غوست فشيما لعبة بلاي ستيشن 4 عندنا بلاي ستيشن 4 برو مركمينه لكن ليش هذا التلفزيون جاهز للبلس ستيشن 5 لأنه باختصار يحوي منفذ HDMI 2.1 هذا هو صيغة الـ HDMI اللي بتستخدم لأجهزة الجيل القادم ليش؟ تحتاج أجهزة الجيل القادم HDMI 2.1 لأن HDMI 2.1 أسرع في نقل البيانات وبالتالي يقدر يقدم أداء أفضل لألعاب الجيل القادم طبعاً أجهزة الجيل الحادي حدها 4K 60 إطار بالثانية هذا حدها إذا وصلت له لكن الجيل القادم يقدر يوصل 4K 120 إطار وهنا يجي التلفزيونات اللي مثل هذا لأن الـ HDMI 2.1 بسبب سرعة نقل البيانات الكبيرة يقدر يقدم 4K حتى 120 إطار وهو الشيء اللي سوني قاعدت سوقه مع بلاي سيشن 5 لذلك هذا الجهاز أو هذا التلفزيون هو جاهز للبلاي سيشن 5 في الواقع فيه أربع منافذ HDMI 2.1 فإذا عندك بلاي سيشن 5 وعندك أجهزة ثانية تستغل الـ HDMI 2.1 تقدر تركبها كلها على هذا التلفزيون ولأن فيه HDMI 2.1 فالتلفزيون هذا أيضاً يدعم تقنية E-Arc أو Enhanced Arc باختصار شديد E-Arc هي Audio Return Channel شمعناها؟ لو عندك نظام صوتي أو ساوند بار مركبه على التلفزيون هذا أنا عندي نظام صوتي أستخدمه فباستفيد من هذه التقنية الـ Enhanced E-Arc أو E-Arc باختصار مع HDMI 2.1 راح يكون سرعة نقل البيانات أكبر فبالتالي جودة الصوت اللي يرجعها التلفزيون للنظام الصوتي عشان يخرجها لنا بتكون أعلى عنده أمكانية يعطينا جودة صوت أعلى من اللي كان يعطيها قبل الـ Arc العادي فهذه نقطة ثانية مهمة تخص هذا التلفزيون طبعاً فيه نقطة مهمة لازم تعرفونها أنه لا زال ما وصل التحديث للتلفزيون اللي يخليه يدعم التقنيات هذه سوني تقول أن التحديث جاي في الطريق عن طريق تحديث للنظام حق التلفزيون لكن هو فعلياً يدعم هذا الموضوع أتوقع ممكن ما عرف بالضبط متى راح ينزل للتحديث لكن إن شاء الله أنه بينزل ويتوفر على موعد الجيل القادم اللي ما بقى عليه شيء تقريباً حول الشهر شهر وشوي طيب نتكلم عن بعض الأشياء الثانية المهمة اللي موجودة في هذا التلفزيون التلفزيون يدعم تقنيات مهمة لللاعبين زي ALM الخاصة بالليتنسي VRR Valuable refresh rate أو معدل الإطارات المتغير هذا شيء مهم في الجيل القادم خصوصاً عشان تجيك أفضل صورة ممكنة ما تتقطع معك الشاشة وإلى آخرها من هذا الكلام الأمور هذه موجودة في التلفزيون وأيضاً يدعمها وفيه الgame mode الgame mode طبعاً موجود في تلفزيونات سابقة الgame mode هنا يشتغل بشكل جيد رح يعطيك اللي هو اللي يسمونه الـ input lag الـ input lag هنا في التلفزيون بيكون رائع أنا أعطيكم الأرقام اللي قالتها سوني والأرقام اللي قالتها بعض الاختبارات الخارجية حسب كنام سوني التلفزيون هذا بدقة 4K و120 إطار اللي لسه طبعاً ما نقدر نجربه بحكم أنه PlayStation 5 ما وصل لكن سوني تقول أن الـ input lag فيه يوصل 7.2 جزء من الثانية أو ميلي السكند بحكم أنه لسه مو متوفر هذا الشيء التجارب الخارجية لبعض النقاد جربوا 1080p كدقة مع 120 إطار وقدروا يجبون فعلاً 7.2 جزء من الثانية كـ input lag رقم ممتاز جداً للـ gamers طبعاً هذا مع 120 إطار في حال كنت تلعب 60 إطار راح يكون الـ input lag يصل إلى 15 جزء من الثانية طبعاً يبقى رقم ممتاز جداً تصميم التلفزيون جميل الحواف جداً دقيقة التلفزيون سميك وثقيل مقارنة بتلفزيونات الأولد مثلاً إذا كنت جربتها بس هذا شيء طبيعي يعني في تلفزيونات LED بشكل عام طبعاً إذا شررت تلفزيون متأكد مو استخدامك الوحيد لألعاب عندك استخدامات ثانية اللي حبيته في التلفزيون هو نظام أندرويد يستخدم نظام أندرويد صراحة نظام مريح جداً عندك أشياء كثيرة طبعاً الرموت فيه نتفلكس و جوجل بلاي أزراف مباشرة توديك للتطبيقين ذولي موجودين هنا عندك في الهوم عندك برايم فيديو يوتيوب كل التطبيقات اللي متوفرة على الأندرويد تقدر تحمل تطبيقات أندرويد تيفي اللي تحبها إذا تحاب تستخدم مساعد جوجل أو مساعد أليكسا كلهم يدعمون هنا أيضاً حتى في دعم للأبل هوم كت إذا أنت حاب أيضاً تستخدم جوالك الأبل أو وين جوالي أنا عطني يا جوالي حسن عشان أوريكم أنا بنفسي أنه مرة سهل جداً يعني تستخدم التلفزيون مع مختلف الأجهزة يعني أنا مثلاً هنا معي الجوالي الآيفون سكريم ميرورينج على طول طلع لي السوني بدون أي إعدادات مسبقة شغل مباشرة بوم جوالي على الشاشة جوالي على الشاشة أقدر أستخدمه كذا بالطول بالعرض إذا أبرر الشباب شيء سريع أبرر صورة أبرر فيديو أي شيء على طول الجهاز ما شاء الله يعني يدعم مختلف الأجهزة مختلف الأجهزة مختلف التطبيقات اللي موجودة وحسب كلام سوني في نتفلكس كالبريتد مود بحيث أن يطلع لك نتفلكس بأفضل صورة ممكنة من ناحية الكالبريشن من ناحية الألوان اللي تطلع في الشاشة من ناحية الخيارات المتعددة لتغيير الصورة أنا شخصياً جربتها مع أكثر من شيء ارتحت معها كثير جربت تتفرج عليها كرة قدم طبعاً مشكلة يعني المحتوى اللي يجينها من الدش أو الساتيلايت زي كرة القدم مثلاً تجينها 1080 فيعني لما يكون تنفزيونك كبير قد كذا وتتفرج عليها ما بتكون بنفس الجودة لو كان 4K المستقبل للـ 4K طبعاً حالياً ما في لقنوات قليلة جداً 4K على الساتيلايت نتمنى أنها تكثر لأنها لو كثرت أنا جربت أشغل مقطع يوتيوب 4K تدرون خلوني أوريكم إياه هذه مقطع مباراة أنا شغلتها من اليوتيوب 4K شيء خرافي طالعة التلفزيون يعني الدقة الجودة مع أنها مباراة قديمة لكن شيء رهيب فأنا متأكد أنه إذا جت اللحظة للـ الساتيلايت يقدر يكون في قنوات 4K أكثر راح نستمتع بمشاهدة المباريات على هذه الشاشة بشكل أكبر طبعاً بشكل عام زي ما قلت التلفزيون يقدم مختلف المحتوى مختلف برامج أو تطبيقات للستريمينج المحتوى نتفلكس أي شيء في بالك الجوالات كل أنواع هيدعمها بسهولة كبيرة تشغل أي محتوى تبيع التلفزيون وحتى فك كل هذا فيه كرومكاست مبني داخله ما يحتاج تستخدم كرومكاست خارجي طبعاً أنا تمنيت لو صيغة الاتصالات اللي موجودة فيها أعلى هو يستخدم بلوتوث 4.2 ويستخدم واي فاي 5 كلهم في شيء أعلى منهم الحين بس ما وجهت مشاكل مع الاتصال بالتلفزيون أنا أفضل عموماً لكل مستخدمين تلفزيونات أنكم تستخدمون سلك لان سلك انترنت مباشر عشان تحصلون على الانترنت عن طريق التلفزيون زي ما أنا مسوي الآن بالإضافة للمنافذ الأربعة اللي من نوع HDMI 2.1 اللي تكلمت عنها ومنفذ ER اللي موجود عندنا منفذ لان للانترنت عشان تشبكونوا بالسلك زي ما قلت عندنا أيضاً منفذ Optical Audio Out إذا تريد تطلع صوت أوكي عن طريق الألياف تقدر تطلعه عن طريق التلفزيون وأيضاً لو حاب تركب سماعة أو هدست في منفذ 3.5 مليمتر للسماعات طبعاً زي ما قلت سابقاً أو في بداية الفيديو الـ LED كتقنية أقل تكلفة من الأوليد سوني عندها تلفزيونات الأوليد ما شاء الله يعني شي رهيب لكن أسعارها مرتفعة الـ LED خيار أرخص خصوصاً أنه الـ LED له ميزة رهيبة الـ LED يقدر يعطيك مقاسات كبيرة بأسعار أقل من اللي ممكن تحصل فيها على أوليد بنفس المقاس يعني أنا أعطيكم أسعار هذا التلفزيون هو يبدأ من مقاس 55 بوصة سعره 4,299 ريال سعودي هذا السعر الرسمي في السعودية المقاس الأكبر 65 إنش بيكون 6,000 ريال سعودي بالضبط والمقاس الأكبر 75 إنش بيكون بـ 6,999 ريال يعني تقريباً 7,000 7,000 مقابل التلفزيون في هذا الجودة بحجم 75 إنش يعتبر شي رهيب جداً أما اللي وراي هذا 85 إنش اللي هو أعلى حجم من هذه الفئة فبيكون سعره 1,999 ريال يعني تقريباً 12,000 كحجم 85 بوصة لكم تتخيلون يعني قد إيش توصل أسعارها هذه التلفزيونات لو كانت بتقنيات مختلفة إذن هذا كان تلفزيون X90H من سوني اللي يعتبر أول تلفزيون جاهز للجيل القادم أو بلاي سيشن 5 وما شابه ما هو عندنا الجهاز بلاي سيشن 5 عشان نجربه وللسه ما وصل متأكدين أنه لمن يوصل بنكون أول الناس اللي ودنا نجربه على هذا التلفزيون ونعطيكم انطباعنا مباشرة أشكر سوني على التلفزيون وفرصة أني أستعرضه كان تلفزيون رائع تقنية LED قاعدة تتطور بشكل كبير جداً تجربة التلفزيون في مختلف المحتويات سواء مشاهدة الأفلام اللعب عليه حتى بلاي سيشن 4 برو طالع رهيب عليه غوصف شيما كيف شايفه حسن؟ رهيب ما عطيته ليد وليس راضي يوقف لعب زي ما قلت يمكن أضعف شيء هو المشاهدة الساتيلايت أو المباريات لأنه مو بسبت التلفزيون لكن بسبت جودة الصورة اللي يوفرونها القنوات التلفزيونية للأسف لحد الآن باقي الأشياء الثانية رهيبة الفوركي عليه طالع رائع الألوان جميلة الخيارات اللي موجودة بسبت نظام أندرويد عجبتني جداً عتبتني كل السعرات عجبكم مستعد جاوب أي أسئلة عندكم عن التلفزيون تونا بادي أن ندخل في تلفزيونات الجيل الجديد وهذا أول واحد نستعرضه منها بإذن الله أن نساعدكم أكثر في المستقبل أنكم تتعرفون على الخيارات جميعها وتعرفون أي شيء يقدم لنا الجيل القادم من الألعاب مع التقنيات الجديدة مثل HDMI 2.1 أعطيكم العافية كما معكم محمد البسيمي على قناة True Gaming لا تنسون إذا أعجبكم الفيديو تبعون محتويات أكثر مشابهة عطونا لايك على الفيديو اشتركوا في القناة عشان تكونوا معنا دائم مع السلامة